قال صلى الله عليه وسلم فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولها الدرجة عاد لا هو التدخين الأقرب والعلم عند الله أنه حرم ما يجوز وضرره ظاهر الآن وشبه إجماع الآن بين الأطباء أنه مضر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ويقول الله تبارك وتعالى في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الخبائث ولا شك أنه من الخبائث والأقرب أنه حرام ولا يجوز لكن لا يصل إلى تحسي السم لا يقال الذي يشرب زقائر مثل الذي تحس السم وأنه قاتل لنفسه وأنه خالد مخلد في النار لا ما توصل لهذه الدرجة لكن يقول حرام ويجب على الإنسان أن يتركه